بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا جماعة النهاردة بإذن الله نبتدي نشتغل لسن تو في الألجبرا طيب لسن تو في الألجبرا النهاردة بيتكلم على حاجة اسمها the imaginary number يلا بينها بيقول لي true or false حاضر بيقول لي the roots of the equation x power 2 equal 16 are equal to the roots of the equation x power 2 equal negative 16 بالله عليكم هل ال roots اللي هنا زي ال roots اللي هنا بالراحة كده على مهلك لما اجي اكتب لحضرتك كلمة x power 2 بتساوي 16 واجي اكتب هنا كلمة x power 2 بتساوي negative 16 من هنا هروح قال ان ال x بتساوي positive or negative 4 على أساس ان ال 16 ده عادة بال positive يبقى ال x بتساوي positive or negative square root of 16 اللي هي positive or negative 4 من ال 4 ده root من negative 4 ده ال root التاني من positive or negative 4 دول عبارة عن 2 roots طب اجي هنا x power 2 equal negative 16 المفروض ان انا حكتب كلمة ال x بتساوي positive or negative square root of negative 16 ومنها انا حمشي بالراحة خالص ان ال x بتاعتنا حتساوي positive or negative زي ما هي positive or negative طب وبعدين عندي هنا في كلمة square root of 16 يا مستر لا ده جوه ال root في علامة negative ما هو ال negative اللي جوه ال square root دي انا ممكن اشيلها في سبيل ان انا حكتب برا كلمة i على اساس ان كلمة ال i هي square root of negative 1 يبقى لو عندي negative جوه ال root ممكن اشيلها ويبقى positive 16 بدل negative 16 بس ال i احطها برا يبقى الكلام بتاعنا ده بيساوي ادي كلمة positive or negative اللي square root of 16 equal to 4 اربعة مين يا شباب قال لي اربعة i طيب مين positive or negative 4 قال لي ده ال two roots بتوع الاكويجن دي مين هنا كلمة positive or negative 4 i ده ال two roots بتوع الاكويجن دي ال roots دي حقيقية real roots ال roots دي تخيلية بسميها imaginary roots فلما يجي يسألني يقول لي يا تارى ال roots اللي هنا زي ال roots اللي هنا هقول له لا طبعا الكلام ده غلط ما ينفعش يبقى الاجابة false طيب نيجي هنا في question رقم اتنين وبيقول لي ايه بيقول لي express square root of negative 54 in terms of the i جميل ايه رأيكم دلوقتي ان كلمة square root of negative ادي 54 الكلام ده بيساومين كل اللي انا هعمله ان انا ال negative اللي جوه ال root دي انا هشيلها هتشيلها يبقى لازم تحط مكانها كلمة i والمفروض ان احنا هيبقى عندنا ال square root of 54 زي ما هو اهو بتاع ده بدلالة ال i هيبقى عبارة عن three root six للا i يبقى الاجابة بتاعتنا هتبقى رقم ال b يبقى انا كده عبرت عن negative square root negative square root او square root of negative number بدلالة بدلالة ال i طيب يلا بينا كده رقم ثلاثة بيقل لي ايه بيقل لي what type of number is 12 i كلمة 12 i قال لي اهو كلمة 12 i يا ترى كلمة 12 i دي عبارة عن real اكيد لأ طبعا دي فيها كلمة i بقى معا كان هي عبارة عن ايه عبارة عن حاجة تخيلية فبيقل لي هنا كلمة complex مش موضوعنا دلوقتي موضوع complex ده طب بيقل لي pure imaginary ايوه هو يعتبر pure imaginary على اساس ايه يا جماعة على اساس ان انا ما عنديش غير حاجة اسمها 12 i يبقى ده عدد تخيلي مش اكتر من كده طيب بعد كده على اساس ان انا عاوز افهم يعني ايه كلمة complex number يعني ايه كلمة complex احنا اتفعنا مع بعض في بداية المحاضرة النهاردة ان انا كان عندي حاجة اسمها counting number 1 2 3 4 and so on خبنا حاجة اسمها natural numbers اللي هي 0 1 2 3 4 5 خبنا حاجة اسمها set of integers اللي هي 1 2 3 4 negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 وفي النص في 0 خبنا حاجة اسمها rational number اللي هو اي عدد وي كان put it in the form a over b خبنا حاجة اسمها irrational اللي هي square root of 5 cubic root of 10 اللي هو اي رقم بيطلع لي طول كده ده بالتسمى لده طب لما نحط الكيو على الكيو داش بقى عندي حاجة اسمها real جميل الكلام جميل الكلام بعد كده اخترنا حاجة اسمها imaginary number طيب لو حطينا imaginary على ال real يعني ايه قال لي لو انت عندك مثلا على سبيل المثال كلمة x وكلمة yi وبينهم علامة plus قال لي ده عبارة عن عدد احنا حنسميه ايه قال لي حنسميه complex number يعني ايه كلمة complex يعني عدد مركب العدد المركب ده مكون من حكتين جزء حقيقي بنسميه real وجزء تخيلي بنسميه imaginary يبقى معنى كده مين هو ال complex number قال لي ال complex number ده عبارة عن حكتين برمز ليه بالرمز c يبقى ال c بيساوي مين قال لي عبارة عن x plus yi الجزء اللي ملهوش دعوه بال i بسميه real part والجزء اللي لازق في كلمة i اللي هو بوستف y ده بسميه imaginary يبقى ال complex عبارة عن ايه قال لي عبارة عن حتتين حتة real وحتة imaginary ال real اللي ملهوش علاقة بكلمة i والجزء اللي لازق في ال y بسميه ايه قال لي بسميه imaginary خلاص خلاص تعالوا كده بقى نسأل السؤال ده ونجاوب عليه مع بعض بيقول لي any real number is also a complex number any real number is also a complex number طب بقولك ايه لو انا مثلا مثلا عندي العدد خمسة عندي عدد اسمه خمسة الخمسة ده يعتبر ايه يعتبر real هل ينفع ان انا احط ال real ده على شكل complex قال لي اه ازاي قال لي ايه رأيك ان الخمسة ده لو زودت عليه zero i ما هو zero ده عدد ربنا خلقه ده ما فيهوش imaginary ما انا عارف انه ما فيهوش imaginary ما انا حطيت هنا كلمة zero i بس العدد دكة كل كده اسمه ايه قال لي اسمه complex يبقى معنى كده ان ال real ينفع احطه على شكل complex والعكس صحيح ال imaginary ينفع او pure imaginary زي اللي فوق ديت اللي هي 12i ينفع احطه على شكل complex يبقى ال complex الوحده sorry ال real لوحده ينفع احطه على شكل complex وال imaginary الوحده ينفع احطه على شكل complex إذن الكمبليكس يعتبر أعم وأشمل من الريل على أساس أن الكمبليكس نمبر عبارة عن ريل بارت وإماجنري بارت لو ما فهوش ريل يبقى أنا حسميه pure imaginary طيب لو ما فهوش إماجنري فأنا حسميه pure ريل ولكن ريل أو إماجنري لو ريل بس ينفع حطه على شكل كومبليكس لو إماجنري بس ينفع حطه بغضه على شكل يا جماعة على شكل كومبليكس طيب نيجي بعد كده يبقى طبعا الإجابة بتاعتنا دي تعتبر يا جماعة تعتبر حقيقية بيقول لنا هنا في كويسشن رقم 5 true or false any imaginary number is also a complex أيها طبعا يعني مثلا لو أنا عندي كلمة 5i إيه ده قال لي ده pure imaginary إيه ده ده pure imaginary ينفع الpeور imaginary ده أحطه على شكل كومبليكس قال لي آه إزاي إيه رأيك لو حضرك زودت هنا زيرو مش الزيرو ده عدد أيها يبقى معنا كده أن أنا عندي القسمين بتوعين الجزء ده يعتبر real part والجزء ده يعتبر imaginary part الريل بزيرو وده الاماجنري ولكن ككل حسميه إيه حسميه complex number ومدام هو complex number وهو أساسا كان pure imaginary يبقى ينفع أننا أحطه على شكل يا جماعة على شكل complex والموضوع بينتهي ترجمة نانسي قنقر